القبر وصية إخفاء وعثاء هارون والضباء السادس والتسعون البصرة قال الهروي بالبصرة مشهد علي عليه السلام وذكر الهروي أيضا مدينة البصرة بها دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالبصرة مشهد أبي بكر الصديق السابع والتسعون دمشق قال الهروي مدينة دمشق بالجامع من شرقيه مشهد علي عليه السلام الثامن والتسعون حمص مع عامود وموضع أصبع قال الهروي مدينة حمص بها مشهد علي عليه السلام وبه عامود وموضع أصبعه فيه وبها قبر قنبر خادم علي عليه السلام تنبيه مشهد قبر ثم مشهد قبر معتمل ثم مشهد غير القبر ككف إصبة قطرة قرباء صخرة بوق مجداف صوت وحن جذع عامود حصود جرار والأخير مشهد غير القبر أوهن الجميع وبحاجة لتدليسات وبدع مستحدثة متجددة بتطور تجارة الدين ومستحدثات المشاهد والقبور إن التدليس بتغيير مشهد قبر يقيني أو محتمل إلى مشهد غير القبر كالهروب من المطر إلى الميزاب ترجمة نانسي قنبر ترجمة نانسي قنقر